وعليكم مساكم الله بخير هذا في فيلم سينمائي مدة عشر دقائق أعلنوا عنه أنه فاز بجائزة أحسن وأقوى فيلم قصير فقرّوا أنهم يعرضونه في أحد القاعات فاجتمع عدد كبير من الناس اللي ودها تشوف هذا الفيلم بدأ الفيلم بتصوير سقف أحد الغرف ومضى الثمان دقائق وما تغير شيء من المشهد وباقي دقيقتين بس على نهاية الفيلم فبدأوا الحضور يملون ومنهم من قام يتدمر ومنهم اللام نفسه على الحضور لنضيع وقته على مشاهدة سقف صامت بعدما انتهى مشهد السقف والثمان دقائق تحولت الكاميرا للأسفل وظهر للحضور رجل معاغ كلياً حوله الأجهزة الطبية هذا الرجل اللي حوله الأجهزة الطبية ونايم على السرير انقطع الحبل الشوكي عنده نتيجة حادث سير شنيع بسبب انشغاله بالجوال وهو يسوق في آخر دقيقتين من الفيلم كتبت جملة في النهاية تقول ان الثمان دقائق اللي عرضناها لكم وشعرتم فيها بالملل الشديد هي المنظر الوحيد الذي يستطيع ان يشاهدوا هذا الرجل في جميع ساعات حياته هذا الرجل يقول كتواثق من نفسي ومن مهاراتي اني اقدر اسوق واستخدم الجوال بنفس الوقت وما توقعت ان يصير لي اللي يتشوفونها الآن الناس اللي حضرت تذمرت وشعرت بالملل وما اقدروا يتابعون سقف لمدة ثمان دقائق لكن هو رح يستمر تابع هذا السقف مدى الحياة النهاية قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لذلك خلونا نستشعر قيمة حياتنا وما نخلي اجسادنا تذبل وحنا احيانا